اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مدينة أنطاليا التركية مع سعادة الدكتور بونت شايدان فيفا ثانا الأمين العام لمنتدى حوار التعاون الأسيوي وذلك بمناسبة مشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسية الثاني وتم خلال الاجتماع بحث مسارات التعاون المشترك بين الدول العضاء في المنتدى والجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للتحضير للقاءات المرتقبة بين كبار المسؤولين في الدول العضاء في منتدى حوار التعاون الأسيوي في إطار رئاسة مملكة الوحرين للمنتدى في دوراته الحالية وسبل تكثيف التواصل وتعزيز الجهود نحو تحقيق الأهداف والمقاصد التي يسعى لها المنتدى خدمة لمصالح الدول العضاء